رقمي تي في في عام 2012 نجحت الشرطة الكندية في إلقاء القبض على فرانك بوراسا الذي استطاع أن يقوم بتزوير 250 مليون دولار أمريكي من خلال دراسته لأساليب طباعة النقود التي تقدمها المواقع الإلكترونية الفيدرالية الأمريكية وأن يستخدم العديد من التقنيات المبتكرة في تجاوز وسائل تأمين العملات النقلية ليتمكن من تزوير عملات نقلية يصعب جدا على العين المجردة تمييزها مما حدا بالحكومة الأمريكية إلى إجراء تغييرات في أنظمة تأمين عملتها وأيضا حجم المعلومات التي تقدم على المواقع الحكومية فكيف تصنع الأموال أولا مما تصنع النقود النقود الورقية تصنع من مزيج من القطن والكتان معا حيث يوضع القطن في درجة حرارة عالية ومن ثم يضغط لمدة ساعتين ينظف القطن بالماء حتى يصبح لونه أبيض ناصعا يعجن القطن ويخلط عدة مرات حتى يصبح ملمسه مطابقا لملمس النقود بعد أن تصبح العجينة رطبة تشكل وفقا لمقاسات وأحجام الفئات النقدية المستخدمة في الدولة تلون العملات النقدية البيضاء وتحدد قيمتها المالية يكتب عليها اسم الدولة ثانيا كيف يتم تأمين النقود تختلف طرق التأمين من عملة إلى أخرى ولكن يبقى السائل والشائع هو سخدام خيوط الأمان وهي خيوط فسفورية تحتوي على رموز وأرقام تدل على فئة العملة النقدية ومن الصعب تزويرها وهناك أيضا العلامات المائية وهي صورة تظهر عند تعريضها للضوء وتعكس الرسم الموجود في مقدمة العملة الورقية ويصعب نقله أو تقليله وبالطبع هناك عوامل تأمين أخرى سرية للغاية لزيادة معدلات تأمين العملات ويمكن القول أن هناك ثلاث درجات لتأمين العملات الأولى التأمين على مستوى المواطنين وهي خيوط الأمان والعملات المائية التي تتحل المواطنين التعرف عليها ثانيها التأمين على المستوى المصرفي حيث يتم تزويد العملات بأرقام خفية وصغيرة للغاية لا تظهر إلا باستخدام عدسات مكبرة والأشاعة فوق البنفسجية ثالثها التأمين على مستوى المعامل ومتقدم للغاية ويتم التعرف فيه على سلامة العملات عن طريق نوع الورق المستخدم ومكوناته والأحبار المستخدمة في الطباعة ثالثا أين يتم طباعة النقود تقوم الدول الكبرى بطباعة العملة الخاصة بها داخل حدودها مثل أمريكا والصين وإنجلترا حيث إن مثل هذه الدول تحرص على عدم طباعة العملة خارج حدودها أما على مستوى القارة الإفريقية فعدد الدول التي تطبع نقودها بنفسها لا يتجاوز أصابع اليدين فهي الجزائر والمغرب والسودان وجنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا والكونغو وزيمبابوي أيضا فإن 50% من الدول تقوم بطباعة عملتها خارج حدودها مستعينة ببعض الدول لتتم عملية طباعة العملة بداخلها وما يقارب 20% من عملة بعض الدول تتم طباعتها في شركات خاصة متخصصة بطباعة العملة مثل شركة ديلارو البريطانية والشركة الكندية بنك نوت والألمانية جايسيكا ودينفرينت ومن أشهر الدول هي ليبيا التي تطبع عملتها في إنجلترا عن طريق شركة ديلارو البريطانية ولا يمكن حصر عدد الدول التي تطبع عملتها خارج حدودها لأن بعض الدول تحافظ على سرية هذه المعلومات حتى تحمي العملة من التزوير ولتكون بجودة أعلى كمان الدول الفقيرة تستعين بدول أخرى تقوم بطباعة عملتها بسبب التكاليف المرتفعة لماكينات طباعة العملة عالية الجودة وحتى تتجنب طباعة العملة داخل الدولة باستخدام إمكانيات محدودة لأن ذلك يزيد من احتمالية تزوير تلك العملة بكل سهولة مسببا بذلك خسائر عالية رابعا تقنيات طباعة الأموال في مجال طباعة الأموال تستخدم الحكومات وشركات طباعة الأموال العديد من التقنيات والأساليب التي يتم تطويرها طوال الوقت لإطفاء المزيد من التأمين على الأوراق النقدية فبدءا من الأوراق التي تطبع عليها النقود والتي تصنع بشكل فريد لتكتسب قواما فريدا مميزا ليتشبه مع أي خامات أخرى وأيضا هناك الأحبار الخاصة والتي تغير من لونها حسب زاوية سخوط الضوء عليها وأيضا الأحبار الخفية التي لا تظهر إلا بتعريضها للأشاعة فوق البنفسجية ثم هناك خاصية ريمبو برينتينغ والتي فيها يتم استخدام لونين أو أكثر حتى تنتج أوراقا تظهر فيها الألوان المستخدمة حسب زاوية تعريضها للضوء أشهر عمليات تزوير النقود من أشهر عمليات التزييف النقدي في التاريخ المعاصر تلك التي قام بها الرائخ الثالث إبان الحرب العالمية الثانية عملية سرية سميت باسم عملية بيرن هارد وتعد تلك العملية من أنجح عمليات تزييف العملة وقد تم إنتاج ما يقرب من 130 مليون جنيه سترليني منذ عام 1942 حتى عام 1945 أما بعض أفضل العملات المزورة تأتي من كولومبيا والتي تعتبر مسؤولة عن 80% من كافة العملات المزورة ولتجنب مشكلة الكشف عن الورقة عن طريق اللمس تتم طباعة عملة الولايات المتحدة الأمريكية من فئة المائة دولار على عملات أصلية من فئة الدولار الأمريكي الواحد بعد تبيضها ونوعية هذه الدولارات تعتبر نوعية عالية الجودة في دقة التزوير ولا يمكن كشفها من جانب المواطن العادي ويتم تهريب العملات المزورة إلى داخل الولايات المتحدة ويقدر أن حوالي ثلث العملات المزورة التي يتم تداولها داخل الولايات المتحدة تأتي من كولومبيا كانت هذه رحلة طباعة النقود شاركونا هل وقعت في أيديكم أي نقود مزورة من قبل وكيف كان تصرفكم معها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر